يوم حافل من الضربات التي واجهها حزب الله على المواقع الإسرائيلية فقاعدة ميرون الجوية في جبل الجرم استهدفت بصالية صواريخ فيما الحدث الأكبر كان صاروخا مضادا للدروع أطلقه حزب الله تجاه الجليل الغربي أدى إلى إصابات وقد تحدثت وسائل أعلام إسرائيلية عن ثلاثة جرحة نقلوا من منطقة زرعيت بعد إصابتهم بالصاروخ ووصفت حالة منهم بالخطيرة كما اشتعلت مواقع جراء إطلاق الصواريخ في الجليل الأسفل حزب الله استهدف أيضا قاعدة نمرة وهي قاعدة استراتيجية للجيش الإسرائيلي معدة لتخزين الذخرة فيما استمر إطلاقه للصواريخ على مواقع كبياض بليدة وبركاتريشا حيث سقط قتلى وجرح في صفوف الجنود الإسرائيليين بحسب إعلام حزب الله وقد أفادت معلومات أن استهداف موقع بركاتريشا تزامن مع زيارة لمسؤولين عسكريين أمريكيين إلى المكان وقيل أيضا أن أحد الجرحة هو أحد أعضاء الوفد الأمريكي العسكري الذي زار المكان الجبهة المشتعلة أيضا دفعت بالحكومة الإسرائيلية إلى تمديد إخلاء المستوطنات حتى آب 2024 الاعتداء الإسرائيلي استمر جنوبا إذ استهدف القصف طلوسة وعيت الشعب فيما نفذ الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة معروب قضى أصور كذلك أغار على حولة لعديسي وكفركلة أما القصف المدفعي فاستهدف بلدات يارون، مارون الراس، بليدة، طير حرفة والنقورة شكرا شكرا